أسلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة اليوم بيش نحكيه على رد فعل هشام العجبوني والدعاء القضاء إلى عدم التسامح مع خطابة طرف الإرهاب في البرلمان دعا النائبة عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم القضاء التونسي بأن لا يتسامح مع الخطابة طرف الإرهاب والعنف الذي صدر ويصدر في البرلمان من بعض النواب وقال إن وحيتهم في خطر كبير برشا اعتبر العجبوني في تدوين نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الإرهاب الذي قتل الشرطية الفرنسية كان متأثرا متعاطفا من خلال ما كان ينشره على حسابه الفيسبوك مع هذا الخطابة الطرفي ومع ممارسته وفق تعبيره العجبوني أكد أن من قام به قرشان من عمل إرهابي وإجرامي شنيع يوسيقه لتونسيين المسلمين قائلا أن أمثله من الجهلة والذين تمت دغمجتهم من تجارة الدين والإرهاب غير درج موجودين لدى البرلمان ربي قدر الخير وطاها وما تنسيوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي